بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر الميكانيكا المواعع الثنين الدرس الخامس Introduction to Comprensible Flow Part 1 المحاضرة الثالثة من هذا الدرس كنا قد بدأنا المرة الماضية إلى إيش؟ بدأنا باستعمال Conservation of Mass أو معادلة Conservation of Mass ومعادلة Conservation of Energy وقلنا هذا بهدف إيش؟ لهدف استخراج قيمة Speed of Sound أو سرعة الصوت باستعمال Parameters نقدر نحسبهم بعدين إن شاء الله نكمل في هذه الحصة المعادلات ونبدأ بمعادلة Property Relation واللي درسناها في Thermo 1 بما أنه نعرف أنه Anthem P تساوي TDS plus VDP مع معرفة أنه V هنا هي إيش؟ هي Specific Volume بما أنه V تساوي لواحد على رو فإذن عوضناها هنا بالمعادلة هذه لتسيوم ذو Process to be Isontropic يعني إيش Isontropic؟ يعني DS تساوي 0 Isontropic يعني S1 is equal S2 is equal S3 is equal constant فإذن DS حقتنا تساوي كم؟ تساوي 0 DS تساوي 0 يعني حسب المعادلة هذه DS تقعد لـ 1 على رو DP You think the results of the first law حسب القانون الأول الديناميك الحرارية DH تساوي 1 على رو DP أيضا تساوي لي CDV From the continuity equation كنا قد شفنا في الحصة الماضية حسب continuity equation CDRU minus RU DV تساوي 0 فهذا يعني لي إيش إنه DV تساوي لي إيش تساوي لي CDRU على رو إذن الآن لو شفت المعادلة هذه شفناها الحين والمعادلة هذه إيش ممكن نستخرج هنا هنا عندي CDRU على رو هي إيش؟ هي DV صح؟ وعندي إيش؟ وعندي أيضا DH تساوي لي CDV فلو عوضت DV هذه بقيمتها هذه فإيش نتحصل؟ نتحصل على CDRU على رو هي تساوي DV وأيضا نعرف إنه DH من بداية المعادلة تساوي 1 على رو DP فهنا استعملت المعادلة هذه اللي هي DH تساوي 1 على رو DP وأيضا DH تساوي لي CDV جبت المعلومة هذه DV من وين؟ جبتها من المعادلة حقة continuity equation أصبحت تساوي C في إيش؟ في CDRU على رو فتحصلت هنا على المعادلة أخيرا تكتب بهذه الطريقة DP على دي رو تساوي لي إيش؟ تساوي لي C تربيع بما أن الافتراض الوحيد اللي اشتغلنا به هو إيش؟ إنه تكون إيزونتروبيك فيلزمنا هنا عشان نحطها بين قوسين نفترض أو نكتب هنا الافتراض إنها إيزونتروبيك فالمعادلة الأخيرة اللي وسلنا لها ونذكروها إن شاء الله الحصة القادمة DP على دي رو أت إيزونتروبيك بروسس سي تربيع هنا نكون خلصت المحاضرة إن شاء الله نكمل مع المعادلات هذن في الحصة القادمة عشان نستخرج قيمة سرعة الصوت السلام عليكم ورحمة الله